الآن ينضم معنا من تعز مراسل الإخبارية محمد الحذيفي مرحبا بك معنا محمد في نشرة الخامسة دعني أسألك في البداية كيف هي التطورات الآن حاليا بعد الاشتباكات التي حدثت هذا اليوم في أكثر من منطقة حيوية على الأرض الاشتباكات العنيفة لا تزال مستمرة بين وحدات الجيش الوطني المصنود بالمقاومة الشعبية وبين الماليشيات الانقلابية وتحديدا في ثلاثة محاور أهمها منطقة أو محور الكدحة جنوب عزرة مقبنة غرب مدينة تعز حيث تمكنت قوات الشرعية خلال هذه المعارك من السيطرة على قرية المزقاقة وقبل المقنع وجبل الحاقب وتبت الخزان ومنطقة الداشن ونقطة أبو خمس المعارك في هذه المنطقة لا تزال حتى اللحظة المصادر العسكرية والمصادر التي تريدون من هناك أن قوات الشرعية تمكنت من السيطرة على هذه المناطق والتباب قتل الحوثيين ما يقارب الآن عشر قتلة هناك أصير أو قياد ميداني متحوث يدعى عوض البراك واثنين من مرافقه وقعوا أسرى في يد الجيش الوطني المعارك لا تزال طبعا مستمرة في هذه المنطقة المحور الآخر وهو محور المخى حيث تدور أو يقوم وحدات القيش الوطني بتمشيط منطقة ومحيط منطقة الرويس ونابطة غرب اللواء 35 ما يعرف بمعسكر خالد المحور الثالث وهو مجبهة المفاليس بحيثا نعم محمد دعني أسرك عن جانب آخر وجبها مهمة جبهة نهم هل ما تزال المعارك دائرة حتى هذه اللحظة هناك خلال اليوم هناك معارك متقطعة ما بين قوات الشرعية وقوات الماليشيات الانقلابية بعد يوم عنيف كانت يوم أمس حتى صباح اليوم معارك عنيفة بين قوات الشرعية والماليشيات الانقلابية في جبهة الميمنة حيث تمت السيطرة على منطقة الدو والمنشمة وغيرها من المناطق كذلك قصف بدفعي متبادل بين قوات الشرعية وبين الماليشيات الانقلابية تها الماليشيات الانقلابية بحسب المصادر أنها تكبدت عشرات القتلى في هذه الجبهة الجيش الوطني في جبهة نهم من خلال المؤشرات والمعطيات أن هناك الإعداد لمعركة ستكون عنيفة سيتقدم بموقب هذه المرحلة إلى مديرية أرحب وهي الأقرب نقطة لمطار العاصمة الصنعة كذلك من الاتقاه الآخر في صير واح هناك كان خلال اليومين الماضيين معارك وصد لوجوم القيادة الجيش الوطني هناك خطة تعد خلال الأيام القادمة للتضييق الخناق على العاصمة الصنعة وإجبار الحوثيين والماليشيات الانقلابية إما للخضوع لشروط الدولة وإنهاء الانقلاب في السلم أو بدخول العاصمة الصنعة نعم مراسل الإخبارية كنت معنا من تازم محمد الحذيفي شكرا جزيلا لك